موسيقى موسيقى انتظر ستالنا بارا انت مين موسيقى هنا عايزي ليه؟ عملت فيها كده ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا انا مقزتكيش في حاجة بالعكس انا حبيتك ان انتلك على حياتي وعلى فلوسي عملت فيها كده ليه يا زينب؟ واضح ان فيه لابس في الموضوع من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص انا عدت كتير اقلبها في الماغي ملقيت لكيش عزر واحد تجدبي علي يا زينب وتخلينا تجاوزك وانت على زمة راجل تاني وبعدها تروح تتجاوزي واحد تالت ايه الفقر ده؟ ايه الفقر ده؟ انا كان لازي مهرة كوسر هددت انه هي كانت هتفضحها كوسر اقتيني ليه؟ والله امي كان قصدا سرعت انا ساعتها كنت تايها وما كنتش عارف اتصرف واخدت الشنطة بفاكرة ان انا هقامل نفسي عشان منامشي تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم ولما دخلت القطر وفتحت الشنطة ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حلتك ودهبك وفلوسك وزعلت قوي من نفسي انا ما كنتش عايز اسرقك والله ملك لله بعد اللي عملتي فيها ما بقتش اسق في حد بقت كل الناس في نظري غششين وحرامية وكدبين بسببك خلاص نتكلم عالمشوف اتدهب والفلوس اللي خدته منك داليا كانوا كاما داليا ساعتها كان اسمها زينة كام هو انت بتسألني لي يا استاس انت هتدهم لي 2 مليون جنيه المحروس انا عايز اعودك علي خدته منك خمس اضعف انت في يوم من الايام كنت البني قادم الوحيد اللي عاملني معهم الحلو اتا جنان برمت ولا يوم يوم سينو يا مختار سينو انا هبلغ عنك البوليس بلغ البوليس يا الله هات البوليس دلوقتي الهاني المحكم عليها بعشر سنين في القضية بتاعتها سرق و تزوين و ناصب هات البوليس اتا خريب السادة دي اسمها داليا نور سيدة اعمال كبيرة في البلد حدش يزدقك تليفون واحد هتتحبس ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة اعقل وفكر قبل ما تتغول انت ليك حقك و هتردو اين مليوني عشرة مليوني محروس انا عارفة ان انا غلط في حقك و ان ما فيش حاجة اقدر عاملها عشان اعوضك على انت خسرته انا متأكدة انك بني ادم طيب و في يوم اللي ايام كنت بتحبني زي ما انت بتقول بس ما تخلينيش ازيك تاني محروس هتمضي وصولات ايمانة بداع في المبلغ عشان نمنا من انت مش هتتغيبها بعد كده